اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مثل ما قلنا في بداية الحلقة الماضية أنه سنتحدث عن التطبيل الذي حصل ويحصل لهذه الحكومة لشكل النظام الموجود للعملية السياسية وهو يعني لأنه يعني أكثر من اللازم خارج عن كل المألوف خارج عن كل المألوف ونقصد بالمألوف الذي حصله خلال السنوات الماضية من عام 2003 لحد الآن من احتلال العراق لحد الآن جرت عمليات تطبيل وتلميع وتضليل لكن هذه ستة أشهر من تشكيل أو أكثر ستة أشهر منذ تشكيل حكومة محمد شاع السوداني حكومة الإطار الميليشياوي حكومة الميليشيات ولحد الآن التطبيل شيء يعني حدث ولا حرج وصفوا عليه أموال كبيرة وساهمت بجهات كثيرة خارجية وداقلية وإقليمية ومن هذا اليوم أيضا حديثني عن هذا الموضوع ربما لكن هو يشمل كل ما يجري ويشمل طبيعة الحكم في العراق ما يسمى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الحالي محمد شاع السوداني تحدثه قال هناك مؤتمر نفس المؤتمر الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة اللي هو مؤتمر مؤتمر الاستثمار المعدني والبترو كيمياوي الذي عقد في بغداد في هذا المؤتمر أيضا جايبين وفود وجايبين شخصيات داعيهم لكي يطبلوا لهم فمن ضمن الشخصيات التي حضرت في هذا واحد من الإعلاميين اللي سموهم إعلاميين عرب اللي هو جورج قرداحي هذا الذي كان يقدم برنامج أرباح المليون وربما يعني قضية أن يربح المليون هو ستبقى عالقة في ذهنه وفي ضميره وفي روحه وفي تطلعاته وفي آماله لأن يربح الملايين من هنا وهناك على حساب الآخرين على حساب كلام ليس له معنى لذلك أقول أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الحالي محمد شاع السودان نتحدث في هذا المؤتمر قال إن ما تحدث به الإعلامي العربي المعروف أو الإعلامي المعروف جورج قرداحي في مؤتمر استثمار المعدني والبتروكيمياوي عن حكومة السيد السوداني هو استقراء لواقع هذه الحكومة ونجاحها في كسب ود الشارع الله أكبر إذن حكومة محمد الشاع السوداني كسبت ود العراقيين كيف ولماذا وبماذا وهذا السؤال وقبل ذلك علينا أن نعرف ماذا قال قرداحي هذا لكي يكسب المليون أو غير المليون ما أعرف يعني القضية أمي هو تحدث أيضا كان قاعد على المنصة وقال هذا شرف لي ألتقي وإياك دولة رئيس الوزراء ونحن على المنصة وكذا وقال لا أهنيك هو هذا الكلام قال أهنيك على هذا الإنجاز العظيم اللي فعلت حضرتك وحكومتك إنجاز تحقق دون أن تدري يعني لا يدري محمد الشاع السوداني وتحقق هذا الإنجاز الله أكبر تحقق وشعر به كل الناس في العراق والخارج شعروا به الناس بالعراق والخارج هذا الإنجاز العظيم اللي يتحقق ما هو هذا الإنجاز؟ ما شكل هذا الإنجاز أولا علينا أن نسأل قرداحي يعني هذا اللي جاي زيارة يومين للعراق ويقولوا أنه أكون جاز كبير جدا شعر بأهل العراق واللي يخلى مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يقول أنه يعني كسبوا بود الشارع الحكومة كسبت ود الشارع العراقي كل العراقيين قابلين بي والآن يصفقون ويدعوا الليل ونهار لهذه الحكومة لأنه جابت لهم كل شيء شنو هذا الإنجاز؟ ما هو شكل هذا الإنجاز؟ خليتحدثينا شنو شكل هذا الإنجاز؟ إذا كان يعتقد أنه كل هذه الفترة لم تهاجم البحثات الدبلوماسية لم تضرب الصواريخ والقنابل على السفارة الأمريكية وماعرف منه المنطقة الخضراء والمطار ومادري وين وماشفنا قصف هذا لأنه هؤلاء الذين كانوا يقصفون يضربون المطار ويضربون السفارات يضربون له هم نفسهم الذين شكلوا الحكم ويجاوبوا محمد الشعاع السوداني إلى سدة الحكم هذا واقع الحاجة ما يسمى الإطار التنسيقي هذه الميليشيات هي التي كانت تعترف جهارا نحارا بأنها هي من تقصف ولا تبالي وتدعي أنها فصائل مقاومة هي من أوقف ذلك إذا كان هذا يعتقد أنه هذا إنجاز فتلك مصيبة مصيبة كبيرة ويضحك على نفسك قبل أن يضحك على أحد أما ما هو الإنجاز هل شاهد يعني إنجازاً على الأرض شاهد نسبة الفقر اللي وزارة التخطيط العراقية تقول أنه عدد يعني نسبة الفقر في العراق تتجاوز الـ 28% هو شاهدها صارت 8% فقال هذا إنجاز يعني هل شاهد أنه 12 مليون عراقي اللي يأكلوا من المزابل دولة تحت خط الفقر تركوا هذا ويأكلوا من موائد عامرة ولديهم رواتب ولديهم شغل ولديهم صناعة ولديهم تجارة ولديهم إنتاج معين لدى أطفالهم مدارس جيدة لديهم مستشفيات راقية يتطببون بها لديهم شوارع جميلة وآمنة يعني يمرون عليها ومشون عليها هل شاهد كل ذلك؟ ما المصيبة نفس الحال وأسوأ هل هذه البيئة العراقية الملوثة بالأمراض؟ هل نقيت من الأمراض؟ هل شاهد زراعة في العراق؟ عادة الزراعة وعادة بلد السواد؟ فإنجازا كبيرا شعر به أهل العراق ولذلك كسبوا ود الشارع العراقي وكسبت الحكومة والخارجي يتحدث عن الخارج هل أنت يعني أجريت استخداء؟ أجريت استبيان للعراقين والخارج؟ وعرفت أنه ود الشارع العراقي والخارج كل الشعر بهذا الإنجاز أي إنجاز هل تتحدث عنه؟ أي إنجاز؟ القتل توقف؟ الخطف توقف؟ الاعتقالات توقفت؟ الميليشيات التي تحكم توقفت؟ ما هو الشيء الذي جرى لكي تقول أن الوضع فيه إنجاز؟ ما هو؟ كل القضية إعادة تدوير لحكومات سابقة إعادة تدوير وإعادة هل شاهدت أن الفساد قد انتهى في العراق؟ ما الفاسدين هم الذين شكلوا الحكومة وكلهم معصى؟ أحزاب فاسدة هي التي شكلت الحكومة جاءت إلى العراق قبل عشرين سنة مفلسة ليس لديها شيء والآن تملك أرصد بالمليارات في بنوك وفي فلل وقصور ومصانع ومعامل وأندية وكل شيء في الخارج وفي كل المكان والمواطني يزداد فقرا يزداد البطالة 15 مليون عاطل عن العمل يا رجل ما هو الإنجاز الذي تحدث عنه؟ هذه كارثة كبيرة عندما يتحدث فلذلك نحن نقول أنه يعني ربما في بالا أن يكسب المليون حقيقة هذه اللعبة تكسب المليون يعني مليون مليون ينع عشرة قضية سهلة فبالتالي هذا جزء من هذا الترويج الهابط المعيب الرث الذي لا يقبل أترك كل أمور لأهل العراق أهل العراق أدرى بمصيبتهم وأدرى بشعاب أهل مكة مثل ما يقبل أدرى بشعابها أهل العراق أدرى بمصيبتهم أدرى بالوضع والذي هم فيه فقر يزداد والبؤس يد مطرة صغيرة في العراق غرقت كل شيء انتهت الحياة وفي كل يوم المحافظات تعلن عطل لأن الأمطار والكهرباء مثل المائية والمصيبة كبيرة وانت تتحدث والفساد ينظف مثل تنظيف السلم من الأعلى إلى الأسفل لا ينظف مثل ما يدعي محمد شيعة السوداني من الأسفل إلى الأعلى هذا ضحك على الناس وضحك على الذقون ولا يستطيع أحدا يضحك على العراقيين بعد عشرين سنة من الماس والضيم والقهر والموت هل شهدت يا قرداحي أهل العراق الذين هاجروا بكل كفاءاتهم كل خبراتهم إلى الخارج عادوا هل شاهدت أموات العراق يعني في خير وعادوا إلى الحياة مرة أخرى هل شاهدت تكريما للشهداء الذين قاوموا أم أن الفساد هو هو والخراب هو هو الفكر هو هو والطائف يا هي هي والبلد من سيئين لا أسوأ لكن التجربة والعراق التي جاءت بها أمريكا هذه التجربة التي يراد لها أن تكون في العراق هي هذه المطلوبة وهي من تركز عليها أمريكا وهي من تشجح أيران وأنت جزء من هذه اللعبة شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستبعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة